نكمل مع بعض يونت تري ده الجزء الاخير من المراجعة الاولى بسم الله احنا بنعرض المنزل للبيع لان احنا هننقل لكايرو طيب احنا كده مخططيه للكلام ده اه مخططيه بس هل بدأنا في الانتقال بالفعل هل حددنا معاد للانتقال لا مش متحدد معاد للانتقال يبقى احنا كده ما خلصناش الترتيبات بدأ ما خلصناش الترتيبات يبقى مش هناخد لو خلصنا الترتيبات وحطينا موعد كنا اخترنا يبقى هنا نقول are going to move باي ومدة في الماضي يبقى مدة في الماضي مدة في المستقبل بدأ في كلمتين في المستقبل يبقى استخدم مستقبل مستمر باي ويبقى it's 2.55 the match not soon it's 2.55 the match not soon الساعة اتنين وخمسة وخمسين دقيقة الماضي هيبدأ قريبا طيب هل هو قال المعيد بتاع الماضي يعني قال مثلا الماضي هيبدأ الساعة ثلاثة مثلا ما قالش هو بقولك استعد الوقتي 2.55 دقيقة الماضي هيبدأ قريبا طب هيبدأ قريبا بقناها عن ايه؟ بقناها عن ان انا عارف معايده امتى وعارف الساعة كم دلوقتي فمتوقع انه هيبدأ كمان خمس دقيقة اصدقى مستر انه ده توقع له دليل بالضبط يبقى is going to start معناها على وشك ان يبدأ the match not at five خلاص ده في المعادة هو يبقى start آخر واحدة this match this time sorry this time next week في نفس الوقت ده الاسبوع الجاي I know at my grand mother I miss here دي وحشاني جدا يبقى هكون بزرها I will be visiting عشان في this time next week this time next week I know at my car so I will need a lift هكون بعت عربيتي طب انت خلاك يا مستر تقول هكون بعت ما ممكن هكون هكون ببيع لا ما هو هيقول لك لذلك سأحتاج الى توصيله يبقى معنى كده انه هيكون باعها خلاص يبقى I will have sold الاخيرة oh no I forgot to buy to book a table يا الهي لقد نسيت احجز طربيزة في المطعم انا هاحجز دلوقتي مش ده قرر سريع I will call hurry up or بدن في or او otherwise او or else لها امر زيدة يبقى استخدم will والمصدر لان ده تهليد وده حزير وكلام ده be careful you not cut your hand هل هو قطع ايديه فعلا ولا لسه على وشك ان يقطع ايديه على وشك يبقى are going to تمام by ten o'clock tonight I know at all my homework بحلول الساعة عشرة الليلة هكون خلصت كل وجبي طيب يبقى هنا حدث هيكون مكتمل وتم في المستقبل يبقى I will have done when you call me لما تتصل بي I not for more than three hours هكون نمت المدة التلات ساعات طيب ليه مستر بتقول هكون نمت لان انا مش هذكر التلات ساعات الا لما اكون خلاص خلصت التلات ساعات نومو سحيت يبقى I will have slept لكن لو في مثلا هكل السنايم بس مش هاي اسكربها العدد هيقول I will still be sleeping مثلا هكل السنايم By twenty forty the population not of the pollution sorry the pollution not of from the whole world بحلول عام الفين واربعين سيكون التلوث تم محوه من العالم كله تمام يبقى قول may eliminate ولا may be eliminating may have eliminated may have been eliminated may have been eliminated تمام الاجابة D take the gun with you perhaps ما ينفعش بدان perhaps اختار معها may be perhaps و may be مع بعض ما ينفعش يبقى استخدم perhaps you will use it يبقى استخدم الاجابة A my friend will lend me his book as soon as فاكرين قعدة الرابط لسا يلينها في الوحدة اللي قبل دي اوه اللي هي ايه قبلها والمصدر اي رابط في الدنيا قبل والمصدر او طريقة عبر على المستقبل يعني يبقى النحة التانية مضارعة تام يبقى دور على مضارعة تام او المضارعة البسيطة على فكرة ما بيجيبك ليش الفرق ما بينهما فيش فرق ما بينهم عليك يعني المفروض تعرف لا هما الاتنين بيسوا هوا بعض يبقى خليها مثلا ايه الفين ستة وخمسين مثلا ولا حاجة يا عمي زود هذه ولا هم منها خليها الفين ستة وستين حاجة في المستقبل ستة وشو الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش يستخدم معها مستقبل تام هي التعداد السكين ليه؟ عشان هنا مش هنبقى متأكدين قوي او العدد هنا مش هيكون تم واكتمل وانتهى وخلاص هننقرض على كده لا بالعكس احنا هنصل الى هذه المرحلة وهنكمل بعدها تمام يبقى هنا مش مستقبل تام يبقى امتى بتستخدمش مستقبل تام؟ لما يقول لك حاجة لها علاقة بالبوبوليشن بالتعداد السكيني تمام؟ ماستخدمش تام بقى هنا استخدم بسيط عادي يبقى الويل انكريز to about I expect that we not work by 5 this evening بلا في باي ومدة في المستقبل يبقى will have finished تمام كده when I graduate in في رابطة هاو وبعد دي مدرع بسيط يبقى النحاة التانية I not 10 exams نحاة التانية على فكرة مستقبل يعني ينفع going to ينفع will والمصدر ينفع will have ينفع كمان will ينفع كمان will have وتصف تالت will be will ing فتاة ده خالص بقى كلهم ينفعوا بس هنا بيقولك ايه I think I not 100 exams this year 100 امتحان هذه السنة بشي المفروض ده حدث تام اوه ليه تام عشان فيه عدد او كمية مكتملة يبقى I will have taken تمام الله ينور عليك 19 By the year 2050 The population of the earth بدأ من population يبقى will probably reach ليه لاني البوبوليشن بتاعة التعداد السكاني ما بتستخدمش مع المستقبل التاني لا تستخدم يعني She hopes she not a suitable job by the age of 30 طيب بتأمل هنا بتأمل اه لسه مضارع تمام يبقى استخدم معاها ان هي هتكون وصلت لي حاجة معينة By the age of 30 يبقى she hopes she will have found تكون واجدت قبل سن ايه قبل سن التلاتين مش هتيجي عن سن التلاتين وتدور قبل سن التلاتين عشان فيه by Don't call me at 9 tomorrow because I بدأ ما اقولك ما تتصلش بي ايام انا مش عايز حد يزعجني هكون منشغل في شيء يبقى هنا جملة الاعتذار فاستخدم مستبل مستمر او مضارع مستمر اكيد مش هيجيبه من اثنين مع بعض فاستخدم will be sleeping in will be sleeping in 100 years people not from fewer diseases تمام في خلال مئة سنة الناس هيكونوا بيعانوا من امراض اقل هل الكلام ده for sure يعني متأكد will have suffered خلاص عانوا ومعاتش يعانوا بعد كده لأ طيب يبقى استخدم ايه will be suffering هيكونوا بيعانوا بشكل مستمر من امراض اقل في المستقبل يبقى استخدم will be suffering هنا مش ينفع معها will have suffered the patient not on from two to four tomorrow هيتم عمل عليها عملية بكرة من اثنين لاربعة يبقى will be operated on تمام طيب ما ينفعش will be operating ليه لان هنا هيتعمل عليه العملية فالجملة دي مبنية للمجهول المستقبل المستمر ما بيتبانيش للمجهول شفت بقى if you are interested in going into space أو to space لو انت مهتم تذهب الى الفضاء يبقى ابدأ في التحويش دلوقتي if مضارع بسيط نحاة تانية will will مصدر يا مستر will will مصدر نختار will start لا يا حبيبي will start دي عايزة قابلها فاعل فين الفاعل المفروض على فكرة ان فيه كومة هنا تمام نحط الكومة مستر تمام يبقى المفروض لو فيه فاعل كنا هستخدمنا will start لاينا فيش فاعل يبقى نستخدم لايه الامر تمام قاعدة F تلغيت بس الطبقات اللي عليها في الوحدات التانية ديتها لازم ممكن لازم نذكرها ونخد بالنا منها ممكن تيجي عادي مع الوحدات يبقى هنا لو فيه فاعل نختار will والمصدر will أو can أو may أو must والكلام دي ليا أخوات will يعني لكن لو حزفنا الفاعل نحط الامر بس we not know for sure until we hear until اللي ده رابط اهو والرابط بعدي مضارع بسيط يبقى يزن نحاة تانية will والمصدر بس ما فيش will والمصدر فيه want want to see مش بي ركزوا صح صح want no for sure يبقى لجابة see have you prepared for your holiday هل جهست الهوليدي بتاعتك فقال له yes I know to Cairo طيب اختار I am going ولا اختار I am going to go المفروض هنا ان يكون في موعد مهين احنا مضارع المستمر بنختاره لما يبقى فيه موعد محدد ونهائي ومحطوط هل حطيت موعد نهائي ومحطوط؟ لا يبقى I am going to go to Cairo تمام؟ يبقى هنا عشان تخطيط بس ازاي مستر واعي منلي بري بيرد بري بيرد دي المفروض يا مستر مخلص الترتيبات يعني جهست اه المفروض صح بس عشان يكون فيه الترتيبات خلصانة لازم ادي موعد محدد طب فين الموعد المحدد مش موجود فعشان كده استخدمت I am going to go my friend salim not the meeting he took a quick decision قرر سريعي يبقى على طول اختار will attend لكن بيقولك he has already decided خلص لقد قرر بالفعل دم قرر بالفعل يبقى خات قرر على مهله كلها براها يبقى he is going to attend I fear the match اخشى ان الماتش هيبقى boring ممل هل خوفك ده له دليل يا كتن؟ لا يبقى ده توقع بلا دليل يبقى will be فيه ناس اول ما تشوف match عندها فوبيا هتجري تختار is على طول مضارع بسيط لا يا حبيب هنا مش شيء له موعد ثابت لا ده توقع بلا دليل she promised she not me as soon as he arrived تمام as soon as بعدها مضارع بسيط او مضارع تامنة حتاني اوله المصدر يبقى will visit watch out occur not fast keep still on the pavement خليك واقف ثابت او ثاكن على الرصيف تمام يبقى العربية هنا بدأت تيجي فعلا ولا لأ اه معشان كده انا واقف وبقول له يا ابني خلي بالك في عربية جاية جاية يعني بدأت تيجي بالفعل يبقى is coming لكن لو قلتها is going to come معناها فضله شوية وهتيجي هل ده معنى منطقي لا لو شوية وهتيجي بنا بحزروا ليه what is the matter with you ما لك يا ابني ما الخط ما لك you look like you شكلك هل هو بدأ فعلا faint يغمى عليه ولا فضله شوية ويغمى عليه فضله شوية يعني على وشك you are going to faint على وشك ان يحدث توقع له دليل ان هو wish وباين عليه على وشك ان يحدث the cheese smells awful الجبنة رحيتها معفنة i bet bet يعني اراهن nobody ate انا اراهن ان محدش هاي يكلها is going to eat لي شان رحيتها معفنة طبقه لا دليل my son has decided that he not عمره in mecca مكة يعني next month يبقى بدم خلاص قرر يبقى الرغل is going to perform عمل قرار خمسة watch خمسة watch out the baby خلي بالك البيبي هيقع هل هو بدأ يقع بالفعل ولا فضله على وشك ممكن الحاول اه على وشك is going to fall لكن لو the time is falling معنى ان هو بيقع فعلا هالحاول ازاي بقى ستة watch out or the baby اه بدأ معندي or otherwise or or else خلاص اختار will fall i not for you tomorrow at 5 pm هاكون مستنيك بكرة الساعة 5 طيب بدأ معنى كلمتين في المستقبل يبقى i will be waiting هاكون منتظرك not the seal finish on sunday or monday هو التخفيض هايخلص في sunday يوم الحد ولا يوم الاثنين طيب مش the seal ده شيء وشيء له موعد محدد يبقى نقول does او هتختار is عشان finish دفع له المصدر فمحتاجين does قبله will not the next train to ash moon please طيب يبقى ما يكون او ما هو وقت القطار التالي لأشمؤون لو سمحت يبقى when is تمام مضارع بسيط عشان برضو the train what i have got a new job انا عندي وظيفة جديدة wonderful رائع i know at mom and till here the good news طيب يبقى كده انا ده قرار سريع لان انا لسه سمع منك دلوقتي يبقى i will phone قرار سريع 11 by 2050 half of the world's population not english تمام بحلول 2050 تقريبا نص تعريس سكاني للعالم هيكون خلاص تكلم انجليزي يبقى will have spoken لو في will be speaking يكتب افضل في الحالة دي will you not the photocopier for long sir هتفضل تستخدم قالت التصوير كتير يا سيدي i needed to make some photocopies يبقى هل هتستمر فيه يبقى will you بدام في will you يبقى امسح going to دي خالص يبقى will you be using هتفضل تستمر في استخدام there is no milk ما فيش لبن i know ايو انا عارف بدام عارف الموضوع ده يبقى انا مخطط ان انا اجيب يبقى i am going to buy لكن هنا there is no milk ما فيش لبن ايه ده هتفضل فيش لبن خلاص هجيب دلوقتي لبن in this case i will buy ليه will buy بقى هنا عشان ده قرار سريع بدام كده خلاص هروح اجيب لكن فوق هو عارف يبقى هو مخطط يجيب الكلام ده يبقى i am going to ننفعش قرار سريع فوق بل انه عارف اصلا بالفعل let's have a talk يلا بنا ندردش طيب على فكرة let's see بتحاول في ال question tag او السؤال المزايل الى shall we shall i haven't made up my mind yet انا لسه متخستش قراري حتى الان but i think ولكني اعتقد اي نوعات اجاكت هو لسه متخستش قراره يبقى i will لانه هو هنا لم يتغس قرار بعد not me as soon as your father your father arrives طب هنا as soon as بعدها مضارع بسيطة او مضارع تام يبقى انها تانية will والمصدر يبقى will ring غلط ده يا مستر غلط بس انتا مش بتدينا القاعدة وتركعت وولينا غلط تاني will ring لما يكون في فاعل قبلها جملة كاملة فين يا استاذ الفاعل با مفيش يا مستر يبقى هنا امر يبقى عندما يحزف الفاعل المفروض مني ادور على ايه يا كابتن منك له ويا انسة منك لها ادور على الامر يبقى ring الاخيرة عشان ده امر أعتقد أني سيكون لديهم أربعkkاء بعد الآخر سنوات يتجكش لكن شبك أنه سنعرف أصل في الفترة وما فضلش غير خمس دقائق والمطش يخلص. والنتيجة كام؟ خمستاشر اتنين. الفريق اللي هو فيس خمستاشر ده. هيفوز ولا لأ؟ يا سلام. ده له دليل ولا ملهوش دليل كده. ده دليل ودليل قوي كمان. يبقى is going winning? لا لا. is going to win. ركز. My friend will lend me his book as soon as. as soon as ده هو ترابط قبلي مستقبل يبنىها التانية. مضارع بسيط أو تامي يبقى has finished. while mona is doing here homework. وهي بتعمل الهومورك بتاحها. mom not lunch. طيب. ماما كمان كانت بتعمل اللانش. ده توازي في المستقبل على فكرة. يبقى الحدسين كانوا مستمرين يبقى. will be preparing. هتكون بتجهز. buy twenty fifty. electric cars not petrol cars. على فكرة هنا مفيش buy. لو في buy كنا اختارنا حاجة مبنية للمجهول. يبقى هنلغي المبنية للمجهولة عشان مفيش buy. يبقى will have replaced ولا will replace. will have replaced اكيد. حدث تم واكتمل في المستقبل. I know at my home work when they come to visit us tomorrow. لما يجوا يزورونا بكرة. فراقم 22. احنا ادفعنا الpopulation بس الوقت عدد السكاني هو الاستخدم معه مستقبل بسيط. غير كده كله مستقبل تامعتي. تمام. تلاتة عشرين. I know at my home work when they came to visit us tomorrow. طيب لما يجوا يزورونا بكرة. انا هكون بذاكر. ده تقاطع على فكرة بس تقاطع في المستقبل. حدث مستمرة. will be too weak. buy the year two hundred five two thousand five hundred. او ممكن نقره على فكرة twenty five hundred. ممكن نقره الرقم ده. twenty five hundred. خمسة وعشرين مية يعني. everyone not his own aeroplane. كل الناس هيبقى عندها الايروبلane الطيارة بتاعتها الخاصة. تمام. يبقى will have owned. اللي هي c. there is no need. عشان ما تنفعش will be owing. عشان all لا يبنى الاستمرار. لا ينفعش أحطه في المستمر. there is no need to hurry. مفيش مش محتاجين ان احنا نسرع. the train not for another thirteen minutes. يبقى doesn't leave. مش هيمشي كمان تلاتين ديئة كمان. i not for you by the school gate at four. هكون مستنيك. يبقى i will be waiting. عشان الساعة اربعة. تمام. when she is twenty one. عشان هنا الحدث هيكون مستمر. فانا مش هافستنى وهكون مستمر بشكل مستمر. مستمر بشكل مستمر. هبقى منتظر بشكل مستمر. when she is twenty one. she not in a famous company. لما يبقى عندها واحد وعشرين سنة. she may be working. ربما تكون شغالة في company مشهورة. شركة مشهورة. once. مش once ده رابط او عمليك كتير اه. والو المصدري بيختار مضرع بسيط او مضرعتين. once he does his homework. I don't be. I won't. I won't be able to talk to you tomorrow. مش هقدر اتكلم معاك بكرة. I not my homework. لي بقى عشان هكون بعمل ال homework بتاعي. يبقى I will be doing. هكون بعمل. لان ده جملة اعتذار وحدث انشغال في المستقبل. by the time I retire. لما يجي الوقت اللي تقعت فيه بقى I not here for twenty years. هكون اشتغلت هنا لمدة عشرين سنة. يبقى I will have worked. هكون قلاص كمية او عدد اكتمال في المستقبل. can I meet you this time tomorrow. ممكن قابلك في نفس الوقت دقوة بكرة. انا اسف. لا. I not a lecture. طب حدث انشغال او استمرار في المستقبل. يبقى I will be giving. هكون عندي. او جملة اعتذار. there are a lot of people in their room. في ناس كتير جدا في الغرفة. الدنيا تبقى صعبة ان احنا نلاقي كرسي. طب ده تالي له وتالي له وتالي. في ناس كتير. يبقى is going to be. I have not seen Mr. Ashraf for over twenty years. ما شفتش Mr. Ashraf من اكتر من عشرين سنة. I'm sure his appearance. متأكد ان المظهر بتاعه نقطة a lot. يبقى will have changed. هيكون اتغير كتير لما شوفه. خلاص هيكون اتغير. مش لسه هيتغير لما شوفه يا جماعة. لا هيكون خلاص اتغير كتير لما انا اشوف. رقم 34. We not climbing tomorrow. رايحيننا تسلق بقرة. Why don't you come with us. ليه ما تجيش معانا. يبقى احنا خلاص كده بدام حددنا الموعد يبقى احنا خلاص خلاصنا الترتيبات. يبقى are going. هنا مدرع مستمر. مش are going to المصدر. يبقى هنا عشان في ترتيبات. وحددنا الموعد النهائي. المحرك بتاع العربية نقط. There is hardly any petrol left in the tank. بالكاد ما عادش فيه اصلا ايه. يعني تقريبا ما عادش فيه اي petrol في التانك في الخزان. يبقى هتوقع هتوقف فعلا ولا لا. لان في دليله يبقى is going to stop. When I am 35. لما يبقى عندي 35 سنة. I know and had. هذا هنا تصريف ثالث. يبقى دور على الحاجة اخيرة تصريف ثالث. I will have married. and دائما بتغششني وبتسعيدي. What are you turning on the oven for. المنتج بتقولك انت بتدوري الفرن لي يا بنتي. فتقول لها انا بعمل كيكة. طب انت غلاص بدأتي في العدد ولا لا. انت اصلا بدوري الفرن هو. يبقى انت بدأتي بالترتيبات فعلا يبقى I am making. I not to work tomorrow. I have found and told my boss. أنا خلاص اتصلت وقلت للبوس بتاعي. يبقى خلاص خلصت الترتيبات. I am not going to work. By 2030. A lot of our desert land will have been reclaimed. هتكون خلاص. تم استصلاحها. البس بسرعة واللبس بسرعة. We not in five minutes. احنا خارجين في خلال خمس دهي. خلاص يبقى عندنا وقت محدد نطلع فيها هوت. خلاص مرتبين ومجهزين يبقى we are leaving. I'd like to show you our new flat. ماريا. حسنا. I not to you tonight. خلاص بدأ محددت وزبطت الترتيبات وكل حاجة. يبقى I am coming. مضارع مستمر عشان حددت الموعد وزبطت كل حاجة. I not anything tomorrow. Would you like me to come with you. ماريش حاجة بكرة. عايزنا يجي معك. يبقى بدأ ماريش حاجة. يبقى I am not doing. ليه لاني دي الترتيبات. جملة الترتيبات في المستقبل. I am traveling into space tomorrow. أنا مسافر الفضاء بكرة. ثم. The launch. Launch. إطلاق الصاروخ. Launch. Launch بقى أفضل. Is best. Like never be to be. لا يومنا الاستمراء. تمام. شيء له موعد ثابت. استخدم معه is. Not anything next Friday. I have had no plans so far. تمام. هل عندك أي خطط؟ فقال له لا أنا ما عنديش أي خطط لها دلوقتي. But are you doing. طب لا يا مستر مش are you going to do. ما هو مش موجودة. ده هيجابها لك صغيرة إيه. صغيرة إيجابة. إذا كنت صغيرة سواء كنت هتبقى أفضل طبعا. يبقى الإجابة are you doing. The exams not place. On. يبقى. Take place. يا مستر. The exams gama. أيوة. يبقى. Take place. انت دايما بتوع فيها. دايما حاجة فيها S. لا 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 لا. المفروض The exams gama فتاخد حاجة ما فيهاش S. مصدر بس. مضارع بسيط مصدر. يبقى. Over the next ten years more new cities will not. طيب. على مدار العشر سنين التالية أكثر من المزيد من المدن الجديدة سوف تبنى. يبقى. Will. Have built. لا. Will have been built. هتكون اتبنت خالص. When I am twenty five. I. عشان في. Over the next ten years. دا دليل على المضارع التامة والمستقبل التامة على فكرة. بس هنا مستقبل التامة. When I am twenty five. I will come. هنا المستقبل التامة السوري. مش مضارعة تامة. Over the next ten years. بتدل على المستقبل التام. When I am twenty five. I will have graduated from university and not for a job. طيب. بدون في and. يبقى مش هكرر. ليه يا مستر. عشان and. وتعطف اللي قبلة على بعدها. فنفعش هكرر. Will. فهلغي c. وهلغي a. ففضلي بي looking. و I am going to. ما ينفعش going to بعد will. اصلا. يبقى I will be looking. طيب. هتقول لي ليه فين يا مستر. ما هي will الاولانية. هي هي لها تتكرر في will التانية. بس and ما بنعتفش اللي قبلة على اللي بعدها. رقم 48. So men is going to come with us. إذا منا جاي معنا خلاص انا مش رايحة. اول ما سمعت اني منا جاية قلت مش رايحة. يبقى قرار سريع. مش بنان على تخطيط ولا حاجة. ده مبنان ان انا مش طايقة منا اصلا. او مرنة دي. انا مش طايقة مرنة. يبقى ده قرار سريع. يبقى won't be going. لا. want to go. والمصدر لما يكون قرار سريع. 49. Our hotel is still too far away. لسه عيد جدا. tell me how long we not when we get there. لما نوصل هناك. هنكونوا يا ترى ماشينا قدي. يبقى عدد او كمية يكون مكتمل في المستقبل. يبقى will have walked. there is a train. نقط at six. هتختار ازلني leaves ان عارفك. ليه يبقى يا انسة ويا كابتن. علشان وفي معاد مفروض اختار مضارع بسيط. بس مش قلت لك تركز. مش قلت لك لو في فعالين في نفس الجملة. يبقى ده في ضمير وصل محزوف. اوه اصدقى يا مستر. يبقى المفروض. there is a train which she leaves. طب فين which she leaves بقى مفيش. طب بنحذف ايه لما نحذف ضمير الوصل. لو كان مجهول بنحط تصريف التالي. طب لو كان معلوم بنحط ing. يبقى leaving. يبقى المحطة.